في محاولة فنية جديدة أطلت فرقة ورشة وطن مساء أمس على مصرح سقية الصاوي والمكونة من 20 فرد تحت قيادة المايسترو حلمي عامر جاءت فكرة أننا نعمل ورشة نخدم بها مصر من حس الكلام والألحان وفيه شباب كثير جدا بيغنوا بس مش عافين يروحوا فين أو يغنوا فين يعني نفس الوقت هم بيحاب مصر عايزين يعملوا حاجة بس مش عارفين يعني فاحنا دورنا بالنسبة للناس ان احنا بنوعي الناس بالغنى بنخدم مصر بطريقتنا كل واحد بيخدم بطريقته يعني احنا شباب من 15 سنة ل 25 سنة كلنا رايترز ميوزيشنز وفوكلز كلنا مافيش حد زيادة عن كده بنحضر بروفوت يعني مثلا في الأسبوع مرة ولو احتجت لما بيبقى في حفلة أو حاجة زي كد تبقى ثلاث مرات في الأسبوع مثلا وقد قدموا مجموعة من الأغاني فيها مزيج من الفرحة والإصرار رغم الأحداث السياسية التي تعيشها البلاد فكرة ورد شواطن كلها مبنية على اللي احنا بنجني أغاني في حب مصر وأغاني للمشاكل زي بنتكلم في الأغانيين بتاعتنا الجديدة عن العشوائيات بننقض حاجات كتير عضاية ومشاكل موجودة في مصر زي الزحمة النظافة تباول في الشارع عرامي الزبالة الحاجات دي كلها في أغنية واحدة النظافة شاهد الحفل إقبال شديد كما لقت الأغاني إعجاب وتقبير الحاضرين أدهم صالح صباحك يا مصر